جوزي أحمد اتجاوز علي لأني ما بخلفش وأنا رضيت علشان بحبه وعيشنا في بيت واحد في منطقة المرج كنت بتظهر أنا وضرتي إننا بنحب بعض لكن ولا كنت بقطقها ولا كانت بطقني أنا هالة ودي حكايتي جوزي أحمد عبدالقادر اتجاوز بعد ثلاث سنين جواز بسبب الخلفة وضرتي اسمها إيمان حاولت أحبها وأمثل قدامه علشان أقدر أعيش لكن ناري الغيرة كانت بتاكل قلبي وخصوصا لما خلفت وشفت جوزي خلف منها أول بنت وكان فرحان بيها قوي هنا كان لازم أمثلني فرحانة بيها وإنها زي بنتي لكن جوايا كنت بتبنم تختفي من قدامي وبعدها جاب بنتي كمان وتالت مرة كانت إيمان حامل تخيلت نفسي إن أنا اللي حامل مكانها لكان إزاي وأنا ما بخلفش ولأن كل ست حفظة جزع أنا عارفة إنه جوزي نقطة ضعف الفلوس وبيحب المنظرة فاستنيت أول ما واقع في أزمة مادية وأعدت معاه قاعدة حلوة زي اللي بين أي زوجين وفي لحظة صفا سيطرت على عقله وقلت له هدي لك شقة وعربية ومبلغ كويس بس لي أشرط واحد ولما أحمد سألني إيه هو أشرط قلت له بناتك اللي اتنين وإبنك اللي في بطن مراتك مقابل الحاجات دي واللي خليك تخلفهم يخليك تخلف غيرهم بس تبرد ناري أحمد اتفاجئ إنه جوايا كل الكره ده لبناته وسبني وتاني يوم الصبح مع الحاح مني جالي وقال لي موافق فقلت له شرطي عشان ناري تبرد مش هو اللي يخلص منهم يستنى لما إيمان تولد الطفل التالت وهي اللي تخلص من التلاتة بإيديها الموضوع كان صعب قوي ورفضت ضرتي في البداية لكن أنا صممت فأحمد خدها وكتفها وأنا وهو كنا بنعمل كل حاجة تخليها توافق ونضغط عليها وكل أنواع الأذى لدرجة إني ما صدقت إنه سبها لي وجبت مياه كوية وضيعت لها عنيها الاتنين وبعدها ما بقتش تشوف وقفت إيمان وكانت ولدت وبنتها الكبيرة عمرها تلات سنين وبنتها الوسطنية عمرها سنتين والطفل رضيعة ولد وإحنا حبسنها في القوضة وبشوف فيها كل لحظة حسيت فيها بالغيرة على جوزي وقدرتها في قلبي وبعد ضغط كبير وقفقت إيمان واخترت لها أكتر طريقة رضيني وهي أني جبت لها جردل مليان مية وربطت واحد واحد ونزلته في جردل المية مش كده وبس أنا صورتها أثناء ما هي بتعمل كده علشان أضمن إنها مش هتتكلم وبعدها أحمد خد ولاده التلاتة ورماهم في الرشاحل في المرك ورجع عيش حياته طبيعي وكانت الصدمة بإن إيمان طلع عنيها مشوهة وما بتشفش وعليها أثار بتدل على اللي عملنا فيها وتاني يوم صاحبة البيت شافت إيمان وهي قاعدة قدام البيت وبتعيط علشان نفتح لها فاخدت إيمان عندها البيت واستدرجتها وحكت لها كل حاجة واللي أنا عملته فيها وفي أولادها وحكت لها على باب القضى اللي متكهرب علشان ما تهربش وصاحبة البيت قالت لها أنت مش كنتي حامل يا إيمان فين الجنين قالت لها هم استنوا لما أولدت وخلوني عملت فيه نفس اللي عملته في أخواته البنات فصاحبة البيت خدتها وراحوا للشرطة وتقبض علي وعلى أحمد وعلى إيمان نفسها وتحكم علينا إحنا التلاتة بالأعدام بس أحمد ما استحملش الصدمة ومات في السجن لوحده قبل تنفيذ الحكم وإيمان جالها حالة انهياره واتصدمت لأنها كانت فهمة أنها مجنع عليها لكن هي كمان كانت جنية وخلصت على حتة منها بإيديها أكيد لو كنت خلفت وربنا كتب لي أني أبا أم ما كنتش عمري هعمل زيها